هذا أمر خطير خطير جدا أنه يعمل يرائي وذاك شخ صالح بن فوزان حفظ الله تعالى ورزال الله عنه خيرا سألوا عن من يتقصد ويتعمد يصلي وصور نفسه حتى بعض أمها صور ضبط صلي هذا من الرياء أمر خطير وقع فيه اليوم كثير من الناس حتى بعضهم تجدت حتى لا سمت استقامة عليك يعني شكله وقصته واش عارفه حاط له كذا وحاط له بعضهم مكياج صوته وبعضهم حط معه تحسينات هيش هذا وصور ووزع ألا يخشع نفسه من الرياء ألا يخشع نفسه لا يجوز هذا فالمسلم يكون حريصا على دينه حريصا على دينه وتجد بعضهم هذا نفسه القارب بالطريقة هذه يوم يغني ويوم يقع القرآن هو هو نفسه هذا تخذوه أيش يا أخوان يعني غرضا وشهرة ومتابعين وربما معاكسة بنات ومكياج والله بعضهم يضع مكياج يلمع شفتين حطل سماع وحركات هذا ما يجوز تبهوا إذا منى الله عليك بصوت فاجعله في عباد الله لا أنك تصيد فيه وتخرج الصدارات ومتابعين وحاط شكلك هذا كله لا يجوز حرام وهي فتوى الشيخ الفوزان موكرم سار مطويت قال هذا من الرياء ولا شك والرياء ها من الشرك الذي لا يكفره الله عز وجل لماذا ندرس العلم التوحيد والشرك حتى نواحد الله عز وجل ونتجنب الشرك الكل يسمع بالرياء الرياء وهو أخطر الذنوب أخطر الذنوب قارع يوم القيامة يجر على وجهه النار يقرأ القرآن يذكر بالنعمة الله فيقر بها فيقال له ماذا عملت؟ قال قرأت القرآن وعلمته يقال كذبت إنما قرأت القرآن لكي يقال قارع قارع الفلان فيؤمر به فيجر على وجهه النار رواه مسلم أين هؤلاء من هذه الحديث؟ مفروح علي خاف أول من تسعر به النار كما يقول ابن القيم قبل عباد الأوثان هؤلاء الذين يتعبدون الله بعبادات بالظاهر أنهم يريدون العبادة وهم يريدون الرياء هذا حديث صحيح وصريح حديث هذا رأي فصائل مسلم أول من تسعر به النار الذي يقرأ القرآن لكي يقال عنه قارع هذا أمر خطير جدا يجب أن نقول كيفة الحق يجب أن ننبه إخوانا حبا للخير لهم أن هذا ما تفعلونه خطأ وخطير وخطير جدا نعم صلى الله العافية واختار ماذا ابن عباس تفسير الشرك الأنداد الشرك الخفي يبيان أن هذا الخفي أيضا داخل في الشرك في عموم الشرك فإذا كان هذا الخفي من الشرك فكيف بالجالي الأكبر كدعاء غير الله والتوكل على غير الله والنذر لغير الله إذا كان هذا يسير الرياء نحوه من الشرك فكيف ما هو أكبر من ذلك ترجمة نانسي قنقر